الخبرة واللي عادنا عن محمد اجواني وزواجه فمحمد اجواني نزع على حسباب الانستغرام شوية ستوريات وبهذه السوريات كان بيها واحد من المتابعين قاعد يسير السؤال انه شبك تناوي تتزوج فشان يرد علي محمد اجواني انه مضى لشي للزواج ولكن بعد نزل السور ثاني وبهذه السوري وضح بيه الهم قصدا حاليا راح يتزوج ولكن قاعد يدور على بيت الحلال تستاهله راتكم للسوريات حاب يشوفها كامل شبك تناوي اخوان والله مزح مزح برأس حماتي برأس حماتي برأس حماتها اوكي اذا كان مزح سترجد فيا يا جماعة اظلي مضل شي ان شاء الله قريبا ومن لاي بنت الناس وبنت الحلال ومن تزوج وكل يكفت على الطقيق ادعو لي انتو بس بس مزح الخبار الثاني اللي عادنا عن مفاجأة اليوتيوبار فول اليوتيوبار العادنا هو احمد ابروب فأحمد ابروب بنزع لسباب الانستغرام شوية ستوريات وبهذه الهيستوريات كانت يعلمي خلالها مبارحة انه راح ينزل مقطع على فلسطين وقاعد يصير بها حالياً فالنوم نزل شوية تشتوريات يقول بها انه الفيديو تقريباً خلاص ونزل لباتشر وبالنسبة وقت حباي بنزل تشتور ثاني يقول بي موضوع الوثاقي راح يكون عن حظر مواقع التواصل الاجتماعي تحكي عن فلسطين اما اليوتيوبار الثالي عدفة نورستار فنورستار نزلت على سبب الانستغرام فالنوم نزلت على حساب نورمار ومحمد مار بالانستغرام ولكن فجأة تقريباً ساعة أو ساعتين طار حسابها بالانستغرام وهو تذكر كون صارت توقع هل يارمار صارت مشكلة بين نورمار وهل ممكن انه تطعم الفريق ولكن يحبايب ممكن الموضوع التحدي معين راح ينزل باليوتيوب الايام الجاية مادر الصراحة اكتبوني يا حبايب لكم التاشتراك ببعض الخبر هل توقعون موضوع التحدي او صارت مشكلة بينها بين نورمار ورح تخرج من الفريق طبعاً لا سمح الله الخبر الرابع اللي عادنا عن ماريانا غريب وكشفها حقيقة مرضها النفسي وبنسبة القصفها العشوائي فماريانا غريب نزلت على سبب الانستغرام وبهذا الانستوريات كانت كاتبة بيها في ناس مجبورة تحكي علينا لانه لما تحكي على حالها ما حدا بيهتم ولتوقع احنا ماريانا تقصد انه هي اما الناس يحطون عليه يجبون المشاهدات ولكن لما يحطون على نفسهم يجبون المشاهدات وباليستوري يبعته واحد من الاشخاص ممتابعيها جاندي يكتب لها انه هي تريد روح للطبيب نفسي ولكن الناس تضحك عليها ويتشي فتريد عليهم انه مواعي بذا رحنا طبيب نفسي انه رح الطبيب نفسي ثمانت شهر بس ما رحت لانه عم بضحك كتير بس عم عاني من مشاكل ثانية الضحك مانو مرض نفسي اضحك وين ما بدك وامتى ما بدك فاكتبوني احباب ليكومنتات لاتشي تتعرفون انه ماريانا رح طبيب نفسي من قبل وبنفس الوقت من انتو تقعون هي قصة بالسوري القبلة الخبر الخامس اللي عادنا عن بيسان رايس شايب وكشف حقيقة زواجهم فبساو ان الناس نزعوا هذا المقطع على قناة الناس شايب باليوتيوب وبهذا المقطع يا حبايب حطوا البرومو ما لاغنيتهم الجديدة حطوا بها شوية لقطات ومن اللقطات اللي شبناها يا حبايب انهم ما قاعدين يصورون دبي ومن نفس الوقت قاعدين يصورون على البحر وصراحة واضح ان الفيديو كليب كلش قوي ولكن نفس الوقت يا حبايب هذي يعني ان الصورة اللي سربت اوش هي حقيقية اللي هو ما قلنا بموضوع زواجهم ولكن يمكن الموضوع هو عبارة عن فيديو كليب ومن موضوع زواج ولكن يمكن يسوون حركة ان تكون الاغنية نفس الوقت ما يطلب ايدها بها يعني بنفس الاغنية يطلب ايدها للزواج مادر صراحة اكتمنوا يا حبايب بالكومنتات شون توقعتكم من هذا الموضوع هل موضوع سيكون زواج او مجرد فيديو كليب عادي وبوصل لحبايب الناسات المقطع اتمنى حبايب المقابل لسويت هوي يياسو تي في بالوصف رحطوكم يا حبايب اتمنى من الكل يرح شفوا المقابل انه وصل لمئة الف مشاهدة عمودة اجيب لكم يوتيوبر كل اشتبير وبس اعاوكم فالزي ما قاتم منك القصص ومع السلامة اشتركوا في القناة